هل تستبعد وقوع حرب بين المغرب والجزائر؟ نعم استبعدها كليا لماذا؟ أنه تكتيك خلق حالة حرب لإبقاء حالة من الشرعية لنظامين مهترئين متزعزئين سواء كان النظام الجزائري أو النظام في المغرب هم الآن أمام استحقاقات تاريخية أمام شعوبهم أولا ليس هناك انفتاح سياسي خاصة في الجزائر الثانين أزمة كورونا هناك إدارة غريبة عجيبة يعني لو حدث في أي دولة محترمة كانت ستسقط الأنظمة ثالثا هناك أزمة مالية قديمة رابعا هناك تحولة دولية وتكثلات تجعلهم في مهب الريح إذا كانت فرنسا نفسها في مهب الريح في مهب الريح فما بالك بالأنظمة التي تحتها فأنا أقول أن محاولة خلق حالة حرب الآن لا يزيد من الشعوب المغربية إلى تماسكا وإلا تفاؤلا بتغير الوضع على المستوى السياسي وأن الشعوب لكن انظر أستاذ رضا فرنسا اليوم تتحكم كما فهمت منك بالجزائر وبالمغرب وعادت إلى تونس بقوة كما يبدو لها دور في لبنان بتشكيل الحكومة الأخيرة حكومة نجيب مقاطي أو مقاطي كما يبدو أيضا تعجبني كلمة كما يبدو لأنها هي مفتاح للجواب طيب فضل كما يبدو هي صاحبة الحماية التاريخية للبنان وطائفة طوائف المسيحية في الشطر الأوسط انظر لبنان بلد على حافة الإفلاس بل مفلس هي عندها الوصاية على تونس تونس بلد على حافة الإفلاس وأخذته منها أمريكا وعقدت مع تونس حليف استراتيجي خارج حفل ناتو انتبه جيدا لهذا بمعنى ذلك أنها ستكون مرتكزا في الحركات البريطانية الأمريكية القادمة بعد مشروف نعم تونس معبر لكل قوات كبرى لضبط توازنات في المنطقة ضف إلى ذلك كيف يعني؟ كيف يعني تونس معبر للقوى الكبرى؟ أنا شوف الحرب العالمية الأولى الثانية القوى البيزنطية القوى الإسلامية كلها عبارة على تونس هي معبر بري زي المعابر جبل طارق وباب الماندب وكذا هناك معابر بحرية هذه هناك معابر برية ألم تنتهي أشكال هذه الحروب يا أستاذ رضا؟ أبدا هي متجددة الأشكال متعددة الأشكال ومتجددة ونراها الآن أمامنا يعني بس أنت ضع القطع مشكلتنا تعرف إيش؟ مشكلتنا أننا لا نقرأ القرائط ولا نسمع كلام كلام الرؤساء وصامع القرار وعندنا قوة رصد ضعيفة جدا وخارج مجال التغطية بين القوسين أغلق القوس سأقول فرنسا فشلت في لبنان دولة مفلسة كل وظائفها التاريخية أفلست فيها حماية المسيحيين في العالم لبنان مفلسة التونس خرجت من أيديها المغرب أصبحت تحت المنصر كيف تونس خرجت من أيديها؟ كلما تضعف دولة قوية لها وظائف من يتحكم بالجيش التونس اليوم وبقيس السعيد؟ فرنسا مخابرة فرنسية لا طيب لا هي تحاول أنها تملك القرار السياسي لكن الأرض كأرض في تموضع عسكري أمريكي فعسكرياً أمريكية سياسياً فرنسياً واللعبة واضحة في تونس تحتاجت ربما حلقة كاملة لعبة كبيرة لكن ما حدث الآن والذهاب قيس سعيد إلى الحكم الأحادي بهذه الطريقة البهلوانية سوف يوصل تونس إلى إنسيدنت أيضاً سياسي كما أوصله في لبنان طيب أيضاً دول فرنسا في الساحل الدول قارن بين الدول الفرنكو أفريقية أو اللي عندها العملة الفرنكو أفريقية والدول كومن والث الأفريقية دول كومن والث ازدهرت فيها الاقتصاد ودول التي فيها فرنسا يتكلمون الفقر بطلاقة فقيرة منتهية فهي فاشلة على كل المستويات فأكيد أيضاً ستفشل على إدارة أو خلق فتنة بين الشعبين ممكن تخلق فتنة بين النظامين أو المنظومتين لكن لن تخلق أبداً خاصة الآن فتنة بين الشعبين الشعوب وعت بس تبدو خارج اللعبة يعني الشعب التونسي شو ممكن يساوي اليوم أو الشعب الجزائري أو الشعب المغربي المشكلة أن لا تكون الشعوب داخل اللعبة عندهم معنى ذلك أنه إذا كان خارج اللعبة سيأخذ قرارات خارج قرارات المنظومة وهذا هو الذي يخوفون منه يراهنون الآن عن القبضة الأمنية لو كانت القبضة الأمنية تنفع لكانت نفعت فرنسا في الساحة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر